السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سأقول لكم انطباعي للنسخة التجريبية الثانية للايو اس 14.3 فخلونا نبدأ الآن النسخة هذه استخدمتها لتقريبا ثلاثة أيام استخدمتها باستخدام مكثف خصوم عمص في استخدام الشبكة على 5G بعض الأشخاص واجهوا مشاكل في الشبكة أن يسوي دروب إذا كنت شبكة على 5G يوقف أو يتكنسل على 4G أنا بالنسبة لي ما حصلت لي أي واحد من هذه المشاكل بطارية ممتازة جدا 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 أحسن نسخة في الايو اس 14.3 نسخة النهاية هذه في البطارية يعني استخدامي لها خصا أمس أمس كنت برا تقريبا طول الوقت فلو بنشوف أمس هنا كن الجمعة استخدامي عشر ساعات وشوي ست ساعات مثل ما نشوف سكرين أوف تايم كنت نائم في ذاك الوقت لكن هنا بدل ما نشوف الفيس تايم 42% من نسبة البطارية للاستخدامي له وكنت شابك على الفيس تايم أكلم عن كلمات فيديو تقريبا أكثر من 3 إلى 4 ساعات وأكثر تقريبا وعلى دول برضو تكلمت فاستخدامي هنا من شبكات التواصل كنت برا وكل على 5G بطارية ممتازة بالنسبة لي مثل ما قلت لكم في الايو اس 14.3 أو المشاركة للايفون 12 برو ماكس على طول على الايو اس 14.3 استخدامي لها النسخة النهاية هذه أفضل نسخة في البطارية بعض الأشخاص يوجهون مشاكل برضو في الاس ام اس إنما تجيهم نتوفيكيشن حق الاس ام اس وابل لازم تعدل هذه المشكلة أنا في النسخة اللي قبل هذه واللي قبل هذه كانت عندي المشاكل وتكلمت لكم عنها لكن في النسخة هذه ما وجهت المشكلة يجيني على طول الإشعار ويجيني في النيتوفيكيشن فأنا عندي عدلتها قبل المشكلة هذه لكن ننتظر لحق الكل إذا نزلت استخدامي لها شيئات ثانية ما يعلق ما في شيء لكن كانت عندي مشاكل أول في النسخة اللي قبل إن رجيسة أطلع يعلق يعني في الخروج لحق البرنامج كذا أطلع يوقف لي كذا فهذه المشكلة الحمد لله نحلت في النسخة في أشياء ثانية أبل حلتها وتكلمت لكم عن جميع الميزات اللي فيها وفي البروم مثل ما نشوف البرورو والحق لايفونات الجديدة تولفو بروت وفو بروماكس فقط وتكلمت عن أشياء ثانية تشوفون في النسخ هذه لكن هنا انطباعي ممتازة جدا في الأجهزة الغديمة راح يكون فيه تحسين يمكن خاصة في الأيوس 14 إذا كنت على الأيوس 14 فكل ما تنزل قبل النسخ قدام في المستقبل تكون أفضل من النسخ اللي قبل لكن إذا كان جهازك آيفون 6S مية في المية ما راح تكون كويسة النسخة هذه خلاص عمر جهازك هذا على النهايته آيفون 7 يمشي ويطيح آيفون 8 يمشي آيفون 10S ممتاز آيفون 11 ممتاز جدا آيفون 12 هذا عمر الجديد طبعا فيه أشياء إلى الآن ما نعرف متى راح تنزلها أبل لكن أبل وعدت أنه راح تنزل الأشياء على نهاية السنة هذه الفتنس بلس خلاص راح تنزلها يوم الأثنين القادم طيب تكلمت أبل وقالت لحق الشريحتين إذا كنتم مركب شريحتين الـ 5G الآن ما تشتغل على أي شريحة من الشريح لازم تنقلب 4G أبل قالت أنه على نهاية السنة راح تدعم دي الشي لكن في السفتير هذا ما في أي شي عند الخبر فهل أبل راح تنزل السفتير ثاني بسرعة هذه السنة برضو مدري ما في وقت أعياده حين أو أبل راح تفتح كده فجأة تحديد حق الشبكة مش تحديد حق السفتير وتشقل دي الشي ما ندري إلى الآن نجب أنه راح نشوف ونشوف نكمل مع أبل أبل قالت نهاية السنة نشوف على نهاية السنة كم باقي لها وش بتسوي قدام يعني باقي تهلها سبيع ش بتسوي أبل مدري مرة ما ودي أتكلم كثير انطباعي لحق كل شي ما واجهت أي مشاكل في النسخة النهائية الثانية لو في مشاكل راح أقول لكم مثل النسخة اللي قبل قلت لكم عن المشاكل اللي فيها لكن كمصداقية ما في أي مشاكل بالنسبة لي أنا بعض الأشخاص منذ ما قلت لكم يواجهوا مشاكل في الرساية بعض الأشخاص يواجهوا مشاكل في الدروب الـ 5G أنا مواجهت دي المشاكل الشقال عندي كل شي الـ 5G وغيرة ممتاز ما في أي حاجة كلم على طول أنا على الانترنت خصا في الخارج واستخدامي لها ممتاز بطارية تكفيني وتوفي فبس ففي نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناة اشتراك في حسابي سناب شات شارك في إضافتكم وعمل ليك المكتب ونشر المكتب لا تنسونا الفضل دعاكم وهذه النسخة إن شاء الله راح تنزل لتنين القادم وبالكثير الثلاثاء لكن أنا أتوقع أن الاثنين القادم راح تنزل على الساعة ثمان ونص تسع ونص بتوقيت السعودية إن شاء الله والسلام عليكم